وهو أيضاً، وسيد جون سميث وهو المدير التنفيذي لأردعي. وشكراً لكم لمشاركتنا هنا اليوم، وشكركم على تواجدكم. وحسناً، وتجعل النصف ساعة الأخيرة مفيدة وقد تكون أيضاً مثمرة. لذا قد يكون هنا سؤالي الأول من أن هذا أعتقده لسيد فليبس. سوف ننظر هنا للبيانات التي لدينا. إذا رغبنا بأن يكون لدينا هذه التكنولوجيات الموجودة في المملكة العربية السعودية. إذا رغبنا هنا بأن يكون لدينا الفهم الصحيح لإحتياجات هذا القطاع. فقد نحتاج إلى جمع البيانات الصحيحة. إذا قد يكون مثير الاهتمام أن نرى هنا في هذا المحادثة أو في هذا النقاش كيف يمكننا أن نقدم بيانات يتم الاعتماد عليها وتكون لديها مصداقية ومناسبة لهذا المجال واحتياجاته. وأمل أن نبدأ هنا من تجربتك في فلندا في المملكة العربية السعودية. نعم، شكراً لك جزيلاً في الواقع. لقد نقشنا هذا الأمر مع العديد من الزمالة الآخرين. وإذا نظرنا هنا إلى النتائج الموجودة لدينا التي تم نشرها مؤخراً، فقد نظرنا، وجدنا أن الدولة نقدر على أن تقوم بتتبع الدولة وتتبع المنتجات التي لديها في السنوات الستة الأخيرة. والموضوع الموجود هنا لدينا هو أننا قد يكون لدينا بيانات جيولوجية صحيحة، ويجب أن نقوم بالحفاظ على هذه البيانات الجيولوجية. وأيضاً السر هنا هو أن يكون لدينا هذه البيانات، وأن تكون هذه البيانات تكون مثيرة وتكون جاذبة لهذا القطاع. وهذا في الواقع ما نرغب ما نقوم به في فنلند، وهو أننا نبدأ بالإلهام منذ، وإذن هذا قد يكون مجاني، إذن قد يجب أن يكون لدينا بيانات يمكن الوصول إليها، وهذا أيضاً سوف يساعدنا إلى أن نحضب البيانات المحددة التي نرغبها. والأمر أو المشكلة الأخرى التي لدينا وهي الجودة، إذن ليس من الكافي أن نقوم بوضع فقط البيانات الجيولوجية، ولكن قد نحتاج أيضاً إلى المسوحات الجيولوجية، وأي أمر ترغب به المؤسسات التي لديها خبرات وترغب بالتأكد منه، هو أن هذه البيانات هي ذات جودة عالية ويمكن الاعتماد عليها أم لا، والتي أيضاً من الممكن أن يكون للمستثمرين أن نقوم باستقطابها أولاً المستثمرين حتى يعرفوا ما معنى هذه البيانات الموجودة هنا، وكيف نقوم باستخدامها ونقوم باستهداف هذه البيانات أو استهدافها ما نرغب بتقديمه هنا كمستثمرين. إذن هذه البيانات هي أمر مهم، وبعد ذلك يمكن قيادة التأثير، وهذا ما نقوم به في فنلد، والأمر الأخير هو أيضاً الأرشف هنا لدينا، وهو أيضاً أن نقوم بوضع مساحة لتأكد من أن هذه البيانات سوف تم إدارتها عبر فترة طويلة، ويمكن إذن تقدمها. إذن هل قد نعود لي كم أثر؟ وقد نتحدث هنا عن البيانات، وأن نكون قادرة على استخدامها، واستخدامها بشكل محلي أو وطني، وهنا قد يكون هناك تعاونات مستقبلية ومع تعاونات مع الدول مختلفة عالمياً، وأيضاً نتأكد من أن لدينا العاملين المناسبين، ولدينا أيضاً المؤسسات المناسبة لأن تقوم ببناء هذا القطاع الصناعي. هل لا أخبرتنا كيف يمكن أن بناء هذه التكنولوجيا وهذه الأكاديمية الموجودة لدينا؟ ليكون لدينا، إذن نعم بالطبع في الواقع هذه الشركة هي شركة محلية وهي شركة مناسبة وتقوم بالعمل في المملكة العربية السعودية أيضاً، ولدينا ما يقرب 60 من الجيولوجيين الذين كانوا قادرين أيضاً بإيجاد القيادة مع خالد الجدالي، المدير التنفيذي لدينا، لبناء المحتوى المحلي فيما يتعلق بالشركات مع المؤسسات والجامعة، مثل جامعة ملك السعود، وأيضاً للإعلان عن هذه المتطلبات المحلية، ولا نعرف لم نتمي الإجابة عليها بشكل جيد أو كافي، وقد تكون هذه البيانات متابعة برؤية 2030، وأيضاً قد يكون هناك وقت نحتاج إلى الوقت لأن بعد الجائحة قد تأثرنا بشكل كبير، وأصبح هناك نقص في عدد الأشخاص الذين يقومون بالموظفين حول العالم، وأيضاً هذه قد تكون متطلبات أساسية للوضع أو للأيام الحالية، وأيضاً بالنسبة للمتعاقدين أيضاً قد نحتاج إلى هذا الجانب أيضاً. قد تكون أيضاً النقطة الأخرى وهي كيف نمكننا أن نقوم برفع مستوى هؤلاء الأشخاص أو نعرف من مستوى هؤلاء الأشخاص ذوي الكفاءات العالية، وأيضاً الشباب السعوديون الموهوبون يستطيعون أن يكونوا موهوبين في أي مجال من هذه المجالات، فقط من خلال التحفيز وإتاحة المجال لهم، وهناك العديد من الأشخاص الذين لديهم الرغبة، ولديهم أيضاً أرى في الواقع الذكية، والذين أيضاً لديهم بعض الجوانب مثل، لماذا قد نحتاج إلى نقل الأشخاص؟ إذن هناك العديد من الجوانب التي يجب أن نقوم بدراستها لنتيحها للسعوديون أن يصبحوا داخل هذا القطاع قطاع أو صناعي لمجال التعدين أو قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية، يجب أن نقوم بتحفيز المواطنين السعوديين ليدخلوا هذا المجال بشكل عميق، وأن يكون لديهم الكفاءات العالية، وأن يعرفوا كيف يبنوا هذه الأنشطة. في الواقع هذه، قد أنتقل إلى سيد جيمز، قد أنتقل إلى سيد جيمز، وقد أيضاً نتحدث عن الرغبة في رؤية 2020، وكيف أن يكون لدينا رغبة في أن يكون لدينا طموح وأهداف، وقد عملتها حول العالم، وقال إلا أعطيتنا بعض الأمثلة لبعض الدول التي قد تراها تعمل في هذا المجال، وتقوم أيضاً ببعض الدروس التي استفدتها من هذه الدول، المملكة العربية السعودية حتى تستطيع أن تحظى بها وتأخذها كمرجع لها وتستمر منها، نعم، بالطبع، في وقت الذي بدأنا ليس على المستوى العالمي، ولكن هنا قد يكون لدينا مواضيع مختلفة مثل كربون وما إلى ذلك، ولكن بالنسبة لنا، فهو مقطع التعدين، فهذا بعض الشيء يجعلنا مرتبكين، وهذا لأنه إذا كان هناك مجال نمو، إذن فنحن هنا قد نحتاج إلى، في هذا القطاع نحتاج إلى بعض المهارات، والتي يجب أن نقوم بتفسيرها إلى مجال آخر، وهو نحظى بالأشخاص في المكان المناسب، وأن يكون لديهم هذه الوظائف، وهو أحد التحديات التي نواجهها هنا، وهو أن نحاول أن نجذب الأشخاص الشباب لدخول إلى مجال التعدين، وأن يخوضوا، وهذا التحدي بالنسبة لنا ونواجهه، وهذا الأمر ليس سهل من سهل حل، ولكن أرغب بأن نؤمن بأن بسماع إلى الجساد السابقة، فأرغب بأن نؤمن بأننا سوف نصبح قادرين يوماً ما بأن نستخدم الروبورتات أو الرجل الآلي في هذه الجانب، لقد دعونا نكون هنا منطقيين، فما ذكر في الجساد السابق، قد يكون بعيداً من كل البعد عن الوضع الحالي، فقد يستغرق سنوات حتى نستخدم هذه الروبورتات، ونجعلها مؤتمة عملية العمل في هذا المجال التعدين، فهذا البعض، ونحن لسنا قريبين على الإطلاق من مجال الأتمة في التعدين، وفي بعض الأحيان قد يجب أن نكون مبدعين بعض الشيء فيما يتعلق بكيفية العمل، وهذا ما يجعل هذا الأمر صعباً في منطقة مثل هذه المنطقة، والتي قد نمت بشكل سريع في مجال في وقت قصير، وليس لديهم إذا قد نكون محظوظين بهذه المهارات الموجودة، وأيضاً نحن نحاول أن نقوم بنمو بشكل سريع وبشكل جيد، وأعتقد أننا يجب أن نستثمر هنا، وأعتقد أن هناك مستوات مختلفة للاستثمار، والأولى والأهم وهو في القطاع في الجامعات، والاستثمار في الأكاديمية والجامعات وما إلى ذلك، وأعتقد أن هذا هو المهم، ونحتاج إلى أن نستثمر أيضاً معهم، وليس نستثمر أيضاً فيهم، وأيضاً، فنحن يجب أن نستثمر على سبيل المثال، نعمل مع المؤسسات، ومثل الجامعات، وأن نرى المصادر الابتكار التي لديهم، والأبحاث التي يقومون بها، وأيضاً، وحتى أن نستعيد أيضاً الأموال التي نستثمرها في هذه المؤسسات، مرة أخرى بالنفع، الأمر الأول هو الأمر الأهم، وأعتقد أنه يجب أن نحل هذه المشكلة، لأن الفجوة التي رأيناها، وهي تتطور بين المتخرجين من الجامعات، وهذا الشخص الواقعي يجب أن يكون مستعداً لوضع الخطط وخرائط ورسمها، وما إلى ذلك، ودعونا أن نكون صادقين، فالآن خارجي الجامعات قد يكونوا يفتقرون إلى هذه بعض المهارات، وليس هذا الأمر قد يكون أنهم على مستوى المهدسين المطلوب، ولكن لذا قد أعطيكم أحد الأمثلة هنا، وبالنسبة للأشخاص الذين يقومون بعملية التعدين، فقد يجدون أجهزة وألات على أرض الواقع، وهذه قد تشكل مشاكل بالنسبة لهم، لأنهم لا يعرفون كيف يتعاملون معها، إذن الأمر الأساسي المناسب هنا هو أن يكون لدينا المهارات الأساسية، وأن يكونوا مستعدين، ويجب أن يكون لدينا الاستثمار، وأن يكون لدينا أيضاً المراكز والأكاديميات التي تساعد الأشخاص على أن يكون لديهم المهارات المناسبة، وأيضاً فيما يتعلق ببيئة المخرجية، يجب أن يكون لدينا المهارات المناسبة، وهذا الأمر سوف يستغرق وقتاً، ولكن الاستثمار فيه سوف يعد علينا بالمنافع، الأمر الآخر وهو نحن الآن لقد استثمارنا عدة سنوات، والاستثمار بالأشخاص الذين لديك هو أمر مهم لأن نبقيهم في القطاع، وأيضاً يجب أن نكون في هذا المجال، وفي مجال التعدين، وأن ننتقل أيضاً، إذن الأمر الأسوأ الذي قد يحدث هو أننا قد نقوم بإيجاد الخريجين، ونقوم بتحفيزهم، وبعد ذلك يذهبون إلى قطاعات أخرى، وهذا الطريقة التي نفكر بها هنا، وهو أننا نحافظ على الأشخاص الذين لدينا، والطلاب الذين لدينا، وأن يكونوا بين إيدينا، وأن يكون هناك أيضاً، الفكرة أيضاً الأخيرة هنا، وهي أنها قد تكون، لن نحلها فقط بالقيام بالأمور التقليدية، أو ذات الأمور التي اعتدنا عليها، ولكن التكنولوجيا والرقمنا، فهي أمر مهم، يجب أن نعيرها اهتماماً هنا، فالتكنولوجيا قد يكون لديها بعض التفاعل مع الأشخاص، وأيضاً أي من الأدوات التي قد تكون موجودة، يجب أن نستثمرها بطريقة مناسبة، ويجب أن نكون مبتكرين، ودعوني أكون صادقاً، في هذا القطاع، لقد اعتمدنا بشكل كلي على الخبراء الذين يملكون ثلاثين سنة من الخبرة، أو أربعين سنة من الخبرة، وهذا الأمر لا يمكننا تغييرهم فجأة، وننتقل إلى التكنولوجيا، وإلى ما ذلك، إذن هذا الأمر سيكون بعض الشيء صعباً، واليوم قد تأخذون هؤلاء الخرجين، أو عفواً هؤلاء الخبراء، من يجب أن نتحدث عن بواجات أن هؤلاء خبراء، وكذلك، وأعتقد إزالهم متعقيدة. وكيف هم ألم شركات بين هؤلاء الخبراء، وهؤلاء الخرجين؟ فإن أعتقد أن هناك الكثير من الذي يجب علينا التفكير فيه في هذا المجال، وأعتقد أن من أن تطلب الكثير من الإبتكار. إنه هناك الكثير من التعقيدات، في تضمين التكنولوجيا، ليس فقط هذا المجال، ولكن أيضاً هو تطبيقها في مختلف المناهج المختلفة وأيضاً في المستدرسات الأكاديمية وفي مجال العمل وتطوير المهارات وفي مجال التعديل أعتقد أنه مجاله معقد كثيراً ويحتاج كثير من العمل كثير من العمل ما هي الحالة المختلفة سواء كانت في عملية التعدين وتضمين المختلف القطاعات كيف ترى هذه كيف ترى عمل أصحاب المصلحة في هذا النطاق من ناحية الشفافية من ناحية التكلالي والاستدامة كيف ترى أن هنا دور الشفافية في تضمينها في هذه العمليات المختلفة؟ شكراً على سؤالك أعتقد أن أعكس ما قاله في ليبا حين كنت أدرس هناك الكثير من بطالة في هذا المجال أعلم الأرض لذلك أعتقد ما علم الأرض طلاب علم الأرض هو أعتقد الأمور مختلفة الآن فهناك الكثير أنه لدينا الكثير من السجلات الخاصة بعلم الأرض فكلما كان لدينا هناك الكثير من البيانات وكل مكان هناك نشر كثير سيساعد كثيراً ولكن بالطبع سيأخذ كثير من الوقت وسنقضي كثير من الوقت للاستفادة من هذه الخبرات والبناء الخبرات وكما قال روبرت هنا يجب عليك يجب عليك قيام بتبرمجة هذه الروبورتات في عمل التعدين فلدينا هناك مشكلة كبيرة في هذا الأمر ولكن حين نقوم بتضمين هذا في النطاق التعدين هو أن هناك الكثير من الأمور في أمثلة في أوروبا على سبيل المثال في السويد فأعتقد أن هناك هناك الكثير من الأوضاع القيود الصعبة جداً فأعتقد أن هناك حين نقوم بالاستكشاف التعدين هناك الكثير من فكثير من الشرعات هناك محددة وأعتقد أنها ولكن الجميع يثق فيها لأننا نعرف بالتحديد كم ستقضي العمليات التعدين ومتى سنتنتي منها فبالتالي السلطات كل ما كانت السلطات والوزارات وهذا ستقضي العملية وأننا نتابع من هذا الأمر ستتضح لنا صورة أكثر فالعمليات الكثيرة هي ذات شفافية عالية لجميع نعلم بالضبط ما هو الوقت الذي نحتاجه وما هو الدور الذي سلعبه الجميع ومع ذلك أيضاً نحتاج البنيات التحتية اللازمة ونحتاج كيف نعمل داخل هذه البنيات التحتية وما هي المواد التي نحتاجها وماذا أنجزناه فجميع ذلك مهم وهناك الكثير من الأدوار التي نلعبها بمختلف الأدوار التي تلعب فذلك الصناعة تحتاج إلى قطاع خاص بالأبحاث ويجب أن نعززه وأن نشجح هذا القطاع وأيضاً هناك عمل وزارات ويجب أن يتحدث مع بعضهم البعض وكنت سعيدة وأنا سعيدة جداً للنقاش الذي حدث حول الحكمة فبالتالي كلما كانت هذه القضية بشكل جاد فهناك الكثير من الاحتمال تقليل التكاليف ومشكلات خاصة بالتعدين وبالتالي أن يكون لدينا الكثير من التشريعات بشكل أفضل وفي نطاق التعدين إذا أردت أن تعكس على ما قاله الزملاء هنا وماذا؟ أن هناك رأينا كثير من التكنولوجيات المثيرة للاهتمام والكثير من الممارسات الرائعة كيف يمكننا أن كيف نضمن هذه التقنيات العالمية في السعودية؟ كيف أعتقد أنه ذلك أمر مهم؟ نحن نحن فقط نواجه مشكلات حول التكنولوجيات العالمية ولكن أيضاً كيف تضمينها في السعودية في الطاق المحلي؟ وكما ننظر هناك الكثير من الطلب المتزايد حول هذه التكنولوجيات العالمية على سبيل المثال هناك بعض الأمثلة العملية هو استخدام تكنولوجيات حين طلب منها أن تأتي للسعودية فهي شركة فرنسية قائدة في هذا النطاق التعدين فأعتقد أنها من أهم الشركات التي تعمل بشكل عالمي حول وجودها في السعودية وإنشاء هذه الشركة داخل السعودية هذا أمر أهم جداً وأيضاً هناك شركة من جنوب أفريقيا حول المسح المقول جوياً هذه شركة أهم جداً أن تتواجد في السعودية أعتقد أن رقمنا أيضاً ليست تي في يوم واحد ولكن أعتقد الأمر جداً من السعودية وإنشاء هذه التكنولوجيات هي شركة دولة ناشئة ودولة نشابة وهي تستطيع أن تستخدم هذه التكنولوجيات بما فيها الحكومة وتبنيها بشكل سريع وجمع جميع الأطراف من هؤلاء المجالات الأمر سيأخذ وقتاً ولكن فالتعاونات الدولية والحوارات هي الحل الأمثل كيف للسعودية أن تتضمن هذه التكنولوجيات أن تأتي للسعودية وتطويرها وتحسينها ووضعها ووضع منشآت خاصة بها كيف سيكون المستقبل لها؟ أعتقد أنه في السوق السوق الحالي كيف أن أجعل هذا المشروع بشكل أسرع كيف أن نخفض المدة من عشر سنوات إلى أربعة أو خمسة سنوات كما قال زملائي هنا أن هنا هذا أمر مهم الأمر المهم الآخر هو أن نرى أن قطاع الأعمال أن هناك نقص في القدرة العالمية حول البحث أن هناك نقص أن نقص على المعلومات لتصميم وبناء هذه التكنولوجيات التكنولوجيات فإذا نظرنا إلى حين تحدثت مع الشركات في جنوب أفريقيا ومع أفريقيا ومع أفريقيا كان هناك الكثير من المستاهمات في هذا القطاع كان هناك الكثير من المواهب وعملوا الكثير من الأبحاث اللازمة حول التقنيات اللازمة لحل مشكلات وقد ساعدت الكثير في حل المشكلات التي لديهم بأن أتحدث عن العمليات بشكل كامل اللازمة ما نراه الآن هو أن إيصال أن بناء هذه التكنولوجيا في وقت ما أقول هو أمر هام بشكل وإن أتحدث أن في هذه المنطقة يجب علينا أن أن نضيف الكثير في مجال الإبتكار والأبحاث بشكل أسرع والقيام بالاختبارات والبدء بالتصميم التصميم اللازمة والعمل اللازم شكرا لك نحن الآن نحن الآن تحدثنا في أربع مجلسات مختلفة ولكن ليس لدينا الوقت لفتح مجال الأسئلة ولكن إذا كان هناك سؤال من المشأ موجودين ولكن ما هو الملخص اليوم إذا كان هناك فكرة واحدة المصريات أعتقد أن نقاش بالنقاش مع الأشخاص والإعكادات التي حدثنا أعتقد أن التعليم مهم جداً يجب هنا أن نشارك والأخص يجب علينا الوصول إلى البحث إذن أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا نعرف ما مدى أهمية التعدين وأن يجب أن يكون هناك فهم عام لمعرفة التحول في الطاقة فنحن نحتاج إلى المال فإذا لم يكن هناك مال فسوف ينتهي الأمر وسوف نتوقف وأيضاً حللنا هذه المشكلة فأعتقد أنه في ذات الوقت سوف يكون هناك أشخاص ذو مهارات مسؤولة وأشخاص أيضاً يعرفون أهمية التعدين وكيف يجب أن يكون عليه الأمر بدءاً من البيانات وأيضاً من الأشخاص المشرعين وأمل أيضاً يكون هناك مسؤوليات لدى الأشخاص وأن يكون هناك مستقبلاً مشرقاً لمجال التعدين لا أرى أي أداء أيدي مرفوعة هنا لذا أعتقد أنه لا يوجد أي تعليقات لذا أعتقد أننا أعتقدنا كمصيبة سيد دكتور فلب وأعتقد أن العقلية هي الأمر أو الفكر هو الأمر المهم وأيضاً يجب أن يكون لدينا تعليم خطة تعليمية على المدى البعيد لأن المهارات هي أيضاً مهمة جداً على جميع المستويات ليس فقط على مستوى الدكتورة ولكن أيضاً على المستوى المشغلين وعلى مستوى أيضاً الجيولوجيين وأيضاً هذا الأمر مهم جداً وأيضاً أعتقدنا هذه هي الفجوة التي نواجهها وهي فجوة على مستوى العالم ويجب أن يكون هناك تركيز والعالم في الواقع سوف يحظى بتطور وأيضاً هناك تطور في مجال الصديق للبيئة أو الخضراء في المجال الأخضر وأيضاً سوف يكون هناك أيضاً في مجال التعدين كذلك وفي العالم بأكمل فسوف يكون هناك تطورات وهذه سوف تكون في مجال التعدين ويجب أن يكون مسؤول عنها التعدين بطريقة مسؤولية بطريقة أمنة وسليمة هل هناك أي تعليقات ترغبون بطرحها إذن في الواقع كلمة أخيرة في الواقع أعتقد أنه من الواضح أننا قد قمنا باستماع إلى العديد من المتحدثين في الجلسات السابقة لهذا اليوم وهناك نسبة كبيرة من الأشخاص وهناك أيضاً نسبة كبيرة من الفرص الموجودة في هذا المجال وفي هذا القطاع وفي الواقع أعتقد أن الأشخاص هم اللاعبين للدورة هم الذين لعبون دورة أساسياً في هذا المجال وبالتكنولوجيا لا أرغب أن أتحدث عنها ولقد تحدث عنها بشكل كافي ولكنها ليست عملية ولكن أيضاً في الواقع أعتقد أن المهارات البشرية هي الأمر المهم هنا وهو الأمر الذي يجب أن نستثمر فيه وأيضاً أن نقوم بجد بالأشخاص للاستثمار هنا ونحظى بالمؤسسات حول العالم اللي يأتوا أيضاً وأن يكون بيننا وبينهم تعاون ونقوم بهذا الأمر مع بعضنا البعض وأن يكون لدينا الوقت الكافي لنقوم بهذا الأمر بشكل سريع شكراً لك جزيلاً على هذا الأمر شكراً لكم شاركونا فيه شكراً للمحاورين شكراً جزيلاً لكم على ما أثريتمونا به من حديث